الجمعية العمومية العادية الأولى للجنة الأولمبية الرياضية التشادية تعتمد خطة عملها وميزانيتها للعام 2022 بعد مناقشات ومباحثات مستفيدة لرؤساء الفيدراليات والجمعيات الرياضية أفضت إلى إعداد واعتماد خارطة عمل وميزانية قدرها 1 مليار و400 مليون فرنكسيفا في نهاية عمل الجمعية أكد رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية الجنرال إدريس دي كوني أديكير بأن الاجتماع قد تم في جو ودي يصدغ التفاهم المتبادل جازما أن ولايتهم سترتكس على تطوير رياضة التشادية في شفافية تامة وإشراك جميع الرياضيين التشاديين دعينا الحكومة إلى الالتزام بتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق نتائج مشرفة وزير الشباب والرياضة وتعزيز ريادة الأعمال محمود علي سعيد في خطابه الختامي للجمعية العمومية أشار إلى أن الوزارة ستأخذ كل التوصيات بعين الاعتبار ودع الفيدراليات والجمعيات الرياضية إلى العمل مع اللجنة الوطنية الرياضية لترقية رياضة وانفضت أعمال هذه الجمعية العمومية العادية بعد يوم كامل من المشاورات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر